هس طلابنا شرح محاضرة الاكتوز والفريكتوز محاضرة بسيطة ما بيها يشي حتى ما رد يقرها بكيفه اقللك باغلب الهيومن طبعا انا شرحتها بالبصمات والبصمات جدا مهمة هنه هنه ورقتين بصمتين حفظوا يعني سمعوهن النشا هو المصدر الاساسي الملي الكاربوهايدرات باغلب مو بكل باغلب يعني مو الهيومن اغلب البشر خوش انو النشا هو المصدر الاساسي الكاربوهايدرات هاي تجيب الصح وقط اضربا لكم مثل يشيل النشا يخلي لك مثل اي شيء السكريات بها صحة الكلام بيصحة بس لازم النشا ينتزم بالملزمة اوكي هاذا ما يكون بالفهم حيث الساليفاري الفا اميليز هاها جدا مهمة الساليفاري الفا هذا الانزيم يحلل الروابط الكوسيدية هاس انا ما راح نصيلك الروابط سوف يقول لك النشي بالفم ماذا يتحلل ؟ تقول له بالسالفري الفا اميليز سوف ينتج لا يوجد علاقة بها لا يوجد علاقة بها عندما ينتج بالمعدة السالفري الفا اميليز معطل هذا كان يعمل بالفم حلل لنا وصل الأكل للمعدة لا يعمل هذا معطل سوف يقول لك بط شاهد بالمعدة الثانين نحن ذا الثانين وين ؟ بالأمعاد الدقيقة خلاص هي هذه السئلة تجوا وضحتها بالبصمة وشلون تجوا بها الطريقة واضح ؟ بس هذا الشيء الداخل بهذا الشابتر وبهذا المربع أن نعدنا ألفا أمايليز يفرز بالفن وألفا أمايليز الشكل الثاني يفرز بواسطة بنكرياس ليش؟ لأن هذا الأصلي معطل بالمعدة خلاص أغلب بورقة ماذا تحدث الدقيقتين قبل؟ ماذا تحدث الدقيقتين؟ البنكرياتيك أمايليز البنكرياس الذي هو الشكل الثاني بالمعدة ينتج بشكل أساسي المالتوز والمالتوترايوز ينتج المالتوز والمالتوترايوز ينتج المالتوز والمالتوترايوز لتحفظ خفظ الخطأ الخطأ أو الاغتيارات واضح ؟ بس هذا بعد ذلك المالتوز والديكسترين تحلل بواسطة نظيم هذه ما نعلق بها هذه مهمة الديتر غذائي غذائي يمتلك نفس الهيكل الأساسي ستجد الصح والخطأ ينتج المال يمتلك نفس الهيكل الأساسي من النشاء ستجد الصح والخطأ يتجد السكر مثلاً أو يتجد أنسولين أو يتجد المالتوز أو يتجد دكسترين يغير الاسم هنا صح والخطأ هنا قلت لكم ما تحفظونها المونوسكرايد ما هي أشكاله غلوكوس فريكتوس بنتوز الزيسكرايد لاكتوز مالتوز سكرايد والبولي ستارت وقلاكوجين مثلاً يجلب القلاكوجين هو مونوسكرايد تجد الخطأ هو بولي سكرايد واضح ؟ فهي يجب أن تعرف كل واحدة و هي تصنيفها واضح ؟ نقلوب لهنا هذه الأرقاء هذه الأرقاء هذه الأرقاء هو داخل لا يوجد شيء حفظ هنا ما يقل لكم يقول لكم أداء سكرايد تحلل إلى مونوسكرايد قبل دخولها للخلايا فهي كلمة قابلة يجوز يسويها بعد أفتر ويقول لكم صح لو خطأ فهي تحلل قبل دخولها للخلايا بس هاي هاي خلص هاي خلص 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 هاي انتهت هاي الملزمة انتهت